في هذا الفيديو هذه المعلومات التي سوف أعطيك وهذا التنبيات التي سوف أعطيك إذا لم تدري ما في الجهاز بس كات كن على يقين أنك سوف تخسرك إلى الأبد سوف تحفظ على الجهاز لك و أنت سوف يسيب هذا الموضوع دعوك مانع هذا الفيديو و نبدأه على البركاته لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائك كنت منها تكونوا بيخار والأخير قولوا لي بصحان دادر لا أعرف صراحة ما جاءوا معي ولا جاءوا معهم على عموم دعونا نفتح عليه كيف تحافظ على الجهاز بس كات و نضع هذه المعلومات التي تطبقهم على أي جهاز الذي يشتري مستقبلاً أو الذي يجب أن تشاريه قبل أن أعطيك الموضعيات درجام أنت سنك كثير من الأخوة يتفرجون أن يدرون الجام أنت سنك الدرجام نريد هذا الفيديو و نفرقه بالجام نرى حنا 400 أو 1000 أو 2000 جام ونرى حنا نسهل نبدأ و نكمل الفيديو نبدأ و نأخذ و نحن للمسألة التي تجد وضع الجهاز كانت يشارك بس كات شاهدت الموضع و أخذ المسائل و أريد أن تقسر و أرد المكان الذي ستخبر المسائل في المكان الذي ستخبره للمكان لا يجب أن يكون مغلق و احنا أتفاع الموضع يجب أن يضع الجهاز و تضع الموضع ويخرج للسخون والعمل يجب التبريد بطريقة سليمة ولكن إذا لمشيتي خبيتي الجهاز وقدرتي فوق منه العيبة خنقشيه يكون على يقين أن الجهاز يموت في أقرب وقت فرد البال لهذه المسألة مهمة بكثير ربعات أخوة كانت تفكر وحد الأخ شرنا عندي بلاي سيشن قلت يا أحمد رسيار تسخل يضغي تسخونه وش بده يغوت قلت صوري نشوف لقيته خاشية تحت ومعنى بانتظه مرحبا لقدرت بلاي سيشن وقت لا يمكنك أن تسخل كل شيء يقف كل شيء يسخن فأخي الكريم لقدرت البلاي سيشن مسؤولة على استمرارية الجهاز كنت تريد أن تحافظ فستخدمه فغير تنفس لقدرت البلاي سيشن فلا يمكنك أن تنفسك دائما أعطي واحد مكان مخصص للجهاز بلاي سيشن كان الناس كيف يدرون معي؟ ما بغيش يشتري بلاي حتى ما عندوش اللوكاليزاسيون كيم باتن قوله حتى رأي البلاي تواعي خاصوا مكانه خاصوا تواب بلاي سيشتوه وتحطوا معالي زك السوات حتى اللي هنا انتافقين تاني نقطة وليتها هي داخلها فادسيو جيهة هي انك تحط عليه شي حاجة انت اخويا باغي ديكوراسيون تحط فوق الجهاز باغي تحط منه لا اخي الكريم الجهاز ما تحط فوق منه تشي حاجة علش هتحط فيه؟ هو اصلا بغي تبريده هو اصلا بغي يتنفس نجاك تخنقه تحط عليه زك السوار تحط عليه المانيطة لا اخي الكريم ما تحط عليه تشي حاجة خليه من نولدك البلاسة وعطيه شوية ليس باس تالت نقطة تايخ سكتنشبه ليها هي انك تاخد شي حساب عندي شي واحد ما كتعرفوش يقول لك هادرا في الهوتا هادرا ما عرف مسبامي هادرا مسروق ودخلوا الجهاز ذيالك ممكن يتحكر الجهاز ذيالك في حالة ما كان عندك شي كونت وكتشاري في الالعاب ارد البرة عملي التحكير تايه هي ببوسيبل تالجهاز ممكن يتحكر الحساب ديالك عامر بليجوه ممكن يمشي في طرف تعين انت ما دم خسر الفلوسك وشاري لك الالعاب كماشا نقوله على العشق ديالك فتقدر تخطنوه في لحظة واحدة ما تاخد شي كونت غير سليم ودخله في الجهاز ديالك وعندك ثم عندك منصابة يبدأ يفهم عليك ويقولك هاد العبارة رخيصة اخي ارد انت المسؤول على الجهاز ديالك انت المسؤول على السلامة ديالك انت المسؤول على ان هو يتحكر ولا ما يتحكرش فارد البل لتالمسألة واحد العملية أيضاً خصوص تتبه لها هي لتكون دير السيدة لتكون دير السيدة في الجهاز لك ورد البال أنك تحرك الجهاز لأن لك السيدة في الداخل وسط الجهاز وبدأت تحرك فيه فانترى كتضرب العين لذا لا يمكن أن السيدة تجرح لك فيمنع منعاً كلياً أنك تحرك الجهاز وفيه السيدة وليس لكي تسري اللعب اضع السيدة هنا وضعه وصد عليه وحافظ عليه سهلاً لماذا أنت تتلح السيدة او لا تخليه للداخل او لا البلاي سيشن خدام وانتك تحرك فيه فهذه المسألة هي يرد لها البال رجاءً لكي تكون الجهاز لكي تحافظ عليه خامس خطوة اللي هي كان عشاء برنا أخطر حاجة على الجهاز وأصحب حاجة اللي تقدر تخسر فيها الجهاز ديالك وكانت تفكر واحد السيدة كانت شارك بلاي سيشن كات مع الأسف دوز معها قل من أسبوع وكانت تحرك لها سأقول لي كيف تحرك لها أحمد في بلاي سيشن كات والدليل هو أني نسوّلت بعض الأسئلة وهي بحسن نية ديالة جاوبات قلت لها ماذا تطفى الجهاز بطريقة سليمة قلت لها ماذا تحديد له البريز قلت لها كانت تطفى مباشرة وكانت تحديد البريز أكبر غلط كتدير أخي الكريم وأختي الكريمة لأن الجهاز بلاي سيشن كات ينفقه من معنى طاولة تطفى الجهاز لا تطفى مباشرة تقلق واحد الصفق والطاولة تحديد البلاي سيشن كات مباشرة تصنع بشكل كبير لأن الصفق لماذا تتعرض ممتازرة وفي إخبار chase الحين انه لا يمكن يطفق الروقم و لكن لا تفهم الناس لماذا يطفق الروقم يعطيه تلك الوقت يطفق الروقم و وفي شيء وتظهر سنضيفه مرحلة الوقت لا يستعلم نحن لا تعلم انتوا من حيننا كبير أسأل هذا المسألة لدى محر أخي الكريم أنك لا تحييت ما تقول لهم الفيشة الكابلي كبلي الكابلي متعهر ملاقف لدى محر سادس نقطة والذي خالقه واحد البلبالة واحد جدا الكبير هو صوت المروحة في جهاز بلاي سيشن بزاف دي الاخوة كي خلع فش يسمع صوت المروحة خدمة في بي اس كار اخي الكريم شركة سوني برأسها خرجت بعدة تساريح كي يقول لك باللي انا نورمال جهاز خلقته صاوبته باش المروحة تخدم باش الجهاز ديالك يبرد انا ما يمكنش الجهاز كي سخون خصصا فش كدر في لعبة الريدي او الجي تي او جود افور انا ما يمكنش صديقي البلاي سيشنها يبقى سامت صاحبه انت السنك صاحبه الاكس بوكسر اس والاليكس راسي نورمال مروحة غا تخدم اه صوت الفرفارة شنو قلتش تسمع انت من غير صوت الفرفارة دار ورخصة الفرفارة تخدم والجهاز إلا ما عطاك شو واحد نوتيفيكاسيون وخرج لك ميساج وسط لأيكرون ويقول لك تفايني ارى الجهاز ديالك سليم ايه سليم مش خافش عليه وخدك صوت المروحة يطلع لك ميساج ايرور ولا ما شلان تكون لك تلعب ويتفالك على غفلة مرة مرة جوج تلاتيك يتفالك اه اه كنطرش على الجهاز مفلاشي كنطرك الجهاز نورمال لان الفلاش ممكن يتفاق بحساب دك الدنجل اللي كتديره في الجهاز سي نورمال عادي حيث انت اصلا كتلعب بنظام السوفتوير مادم انت كتتري على جهاز سليم اونلاين يتفالك وانت كتلعب بيه لان ساعة ولا تولد ساعة سي نورمال يكون فيه مشكل اما لان كانت المروحة خدامه وانت كتلعب الردد عادي يا صديقي بلا ما تتحمق راسك ويجوك شي اه اه واحد الاخ كان اخده من عندي بلاي سيشن كان وجلهه التحية قليل يكن نسمع شي صوت في المروحة او ممكن تكون اه شي طريف في الفارك يدور عادي سي نورمال المشكلة ما يخصوش يخرج لك في الاكرة في اللعبة وانتك تلعب يخرج لك في البربلام الجهاز يتفالك على غفلة ما ننظرش على جهاز لعب شي بيه انت ست سواع سينورمال يتفالك تنظر الجهاز في الحالة السليمة ديالو انك قال سكتلعب بق تطفى يا الله شعل شي ممكن يكون اه موشكي من البرز بريز ديالوغس كتبدله ممكن يكون المشكلة عندك في البرز بريز ديالوغس كتبدله ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلت لك في المروحة عادي انها تخدم سيكتو لك انت خدمش جوه تشقيلة على البائس كتب واحد نقطة ما ننسواش ايضا بالنسبة للمانيتا المانيتا ديال البائس كتب وخما دخلت صراحة في الجهاز ولكن شيارة جزء من الجهاز حاول صديقي ما تشارجهش في الضم بديراش في الضم مباشرة ممكن لا يستطرد الكفيت ديك لماذا يا انها تقومي لتتبخل مير امبير من قبل وذاك ان تشارجها بواavant كيف نستطيع الحصول على انه قليلا وخارجها شوي الأدوغس كتب اضافة طريقة من هاتف لوت 5 فولت ومن يعني ان يوجد المانيتا من قبل بعد ذلك اللي يحتوي من المانيتا في البلايس ايضا وشارجها نعمال بس اضافة قبل ان تضع القليل تقوميش في الضم مؤكد كثيرا حما تستخدمك يمكنك تسهل بهم وень مهم تحافظ على الجهاز لان المانيتا عندما تدخل للغبرة يوقع لك ستاك دريفت تلعب بالمانيتا والانالوج تحماق تكون الغبرة بعد ما رجل صغير يطويج و تخدم لك المانيتا تقرب ماشي 15 رجال لكي تصاوب لكي تفايد ذلك الشي ديما تدخل للمانيتا تحافظ عليها على الغبرة و انت اهاني و النقطة قبل الأخيرة لا تفهم اخي الكريم في الجهاز لا تحاول ان تمسح لدوني تكون تمسح تدخل و تمسح شي في شي متعلق بالصفت ويردي الجهاز تصدق انت خرج على البلاي حاول شي بعيدة عليك و تبقى تدخل و تخرج على البلاي و تنستالي و تنستالي الأمور اللي هي عادية حيث ممكن بالغلاط تمسح شي في شي و يتطلب لك الصفت ويردي و توليف خصك معلام خصو يتحل خصو اللاخسين البروغرامي استمتلك كل شي و يتحدث مرة و اخر نقطة الاخير الكريمة حيث لا تتاكلك الصحابي فوق البلاي لا تتاكلك الصحابي لا تتاكل كيف يصل كبه لا اناسا عادية انا انا البروغرامي و تقدرون انو خلالي و يحمل الله يعني ان تكون كاياكل كل شي يكو على وسط الصحابي على وسط الرطان رب يصور كمي ما فهمتك كمي بريد أرى حالو بحيالك، كنت أخذ النظافة، كنت أخذ النظافة لكي يبقى أخذ دم لك واحد المدة طويلة و لم يوقع له مشكلة لأنه غير الغبرة تؤثر عليه فما بلو كانت تتوكله الحرشة وتتوكله لا أعرف مضهور سال، كيف تتوكله الموضوع فاني ولكن صاحب يزير شوية كنت تتوكل فوق منه كان شي بلايات كنت تقامل داخل عمرا فرد البلاد القادية أخي الكريم ممكن أن تكون سيجي عجبك والموضوع عجبك لا تنسى الجامعة من هذا الفيديو ومع الناس الذين لديهم المقبلين مقبلين أنه مشروش جهاز حتى الهنا نكون سيجي فيديو عندك أي سؤال، أي سفسار خليه هنا في خانة تعليق عاش وما تنسى تدخل عندي الانستغرام وكذلك فيسبوك لو بحاجة تفرج من الفيسبوك أما أنا أضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله دمتم في رعايت الله وحفظه وحبكم في الله دائما وأبدا غزة وفلسطين في القلب والسلام